نكمل الحرة الليلة مشاهدين من تطورات الحرب في قطاع غزة إذ لم تؤكد إسرائيل بعد مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في الهجوم الذي شنته جنوب غزة السبت الماضي. في غضون ذلك قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إسرائيل استخدمت في الهجوم قوة تدميرية كبيرة عبر قنابل تزن. الواحدة منها ألفين رطل ما أسفر عن دمار كبير وسقوط العديد من الضحايا. فهل استخدمت إسرائيل ذخيرة أمريكية ثقيلة لاستدافة محمد الضيف القيادي في حركة حماس؟ هل تجاوزت خطوط بايدن الحمراء بشأن المعارك في غزة؟ ولماذا تسعى لتحقيق إنجاز عسكري في القطاع مهما كان الثمن؟ ثمانية قنابل تزن الواحدة الفارطل استخدمت في استهداف قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف السبت الماضي. هذا ما تفيد به صحيفة وول ستريت جورنال التي تنقل عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة. القول إن الضيف كان مختبئا في منطقة المواصي جنوب غزة بعد أن كان قد وصلها ليل الهجوم برفقة رافع سلامة قائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس بحسب وسائل إعلام عبريا. وفيما تسببت القوة التدميرية للقنابل بمقتل العشرات من نازح القطاع وإصابة المئات فضلا عن دمار هائل للمكان. لم تؤكد إسرائيل بعد مقتل الضيف الذي أكدت استهدافه ومواصلة التحقق من مصيره. لكنها تؤكد مقتل سلامة. حماس قالت إن قائد جناحها العسكري بخير وأن الهجوم يظهر عدم جدية إسرائيل بشأن مفاوضات التهدئة. فيما تفيد وسائل إعلام عبريا بأن تقديرات إسرائيل هي أن الهجوم سيعزز فرص إطلاق سراح الرهائن كون الضيف وسلامة كان معارضين لهذا الأمر. وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت من جهتها إبلاغ الوزير يؤف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي بتفاصيل عملية استهداف القائد العسكري لحماس وتأكيده أن عمليات الجيش الإسرائيلي أدت لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة الرهائن. الأمر الذي يحذر مراقبون من عواقبه وأنه قد يضع مصير اتفاق التهدئة برمته في مهب الريح. أتحدث إلى ضيفي من تل أبيب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مايكل هراري حول هذا الموضوع. سيد هراري أهلا بك. يعني إسرائيل حتى الآن لم تؤكد بأن الضيف قد قتل في هذه العملية. وحتى وإن كان قتل. افرض بأن إسرائيل متأكدة أن الضيف قتل في هذه العملية. كيف يمكن تبرير. وهذا الكلام لوال سريت جورنال. إسقاط ثمانية قنابل بهذا الحجم. تقريبا ثمانية أطنان من المتفجرات على مخيم في المدنيون. وهناك عنصران تتبعهما إسرائيل من حماس. مساء الخير. أعتقد أن ما يقوله الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة. وقبل تأكيد موت محمد ضيف. قالوا أن هذه القنابل كانت تستهدف أو دقيقة قدر الإمكان. ولكن كان هناك انتقاد لأن الكثير من الناس قتلوا وجرحوا. ولكنني أعتقد أنه لو ضيف وسلامة قتلوا. ولو الضغط على حماس ازداد. آمل أن يتمكنوا من المضي قدما إلى الأمام. ويقبلوا قرار وقف إطلاق نار مؤقت. وإطلاق صراح الرهائن على الأقل للمرحلة الأولى. هذه تسعة أشهر من هذه الحرب. وفي كل فترة من فترات الحرب تتحدث إسرائيل عن ضغط كبير على حركة حماس. وحتى تقول الحركة حتى وإن قتل أحد القادة فيها. فهناك دائما البديل جاهز لاستمرار هذه المواجهة وهذه الحرب. سؤالنا على السكان المدنيين. الذين تقول لهم إسرائيل بشكل متكرر. اذهبوا إلى هذه المنطقة. إنها آمنة. يذهبون إلى هناك. ولكنهم يتفاجأون بثمانية أطنان من المتفجرات. أنا أتفق كلية مع سؤالك. أعتقد أن آخر تسع أو عشر أشهر من الحرب سببت الكثير من الضحايا في صفوف المدنيين في قطاع غزة. وهذا موقف مأساوي. لهذا السبب أنا أؤكد أنه لو وإسرائيل تقول دائما أن الضغط على حماس سيجعل الصفقة أقرب. وأأمل أن هذه المآسي تنتهي. أعتقد أن الضغط على الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة. بما في ذلك ضغوط من حكومته. اليوم كان هناك بيان من حزب شاس يدعم نتنياهو في رحلته إلى واشنطن لوضع اللمسات النهائية على اتفاق. وأأمل أنه في الأيام القليلة القادمة ستكون هناك صفقة أو اتفاق ونهاية لهذه المآسي. أنا أشاطر كلية هذا الإحساس بالموقف. وحان الوقت لتحقيق وقف لإطلاق النار. أنت تذكر سيد هراري. الشحنة. شحنة الأسلحة التي أوقفها الرئيس الأمريكي جو بايدن. لأن فيها كميات كبيرة من المتفجرات. وكان طلب من إسرائيل عدم استخدام هذه المتفجرات في الأماكن المأهولة. وكان خلاف على دخول الجيش الإسرائيلي إلى منطقة رفح. هذا الأمر والخلاف بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو بات مكشوفا ومعلوما. بعد هذه التصريحات لصحيفة والسريت جورنال. بأن إسرائيل استخدمت هذا النوع من المتفجرات. في منطقة آهلة بالسكان والنازحين من المدنيين. برأيك إلى أي مدى سيعقد هذه العلاقة بين الجانبين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ أنت محق. هناك توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل العملية في رفح. الأمريكيون وهذا ليس بالسر. كانوا قلقين جدا من عملية رفح. لهذا السبب كان هناك تجميد لبعض العمليات العسكرية. ولكن بعد عملية رفح أو على الأقل الآن. هناك نوع من الفهم الأفضل بين الطرفين. أعتقد أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. أننا في منتصف يوليو ومتجهين نحو انتخابات نوفمبر. وأنا أجد من الصعب أن نتوقع أن تكون العلاقة أكثر تعقيدا. ليس لأن هناك اتفاق كامل بين إسرائيل وواشنطن. وإنما لأن السياسة في واشنطن تجعل المسألة صعبة. تجعل من الصعب إثارة هذه الخلافات. وأنا أتوقع من الرئيس بايدن في الأسبوع القادم. عندما يلتقي بنتنياهو. أتوقع منه أن يضغط أكثر من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار. وصفقة لإطلاق صراح الرهائن. ولكن كما قلت وأنا أتفق معك. هناك توتر بين الدولتين بشأن استعمال هذه القنابل. وهناك أيضا توتر داخل إسرائيل. يعني ما نسمع عنه من مواقع إخبارية إسرائيلية. خصوصا بين الجيش وبين نتنياهو. الذي يتهم فيه قادة في الجيش بأنهم يريدون تمرير خطة بايدن. كما يصفها عليه للقبول بصفقة. وبالتالي مثل هذا التوتر برأيك ومسار هذه الحرب. هل هو فعلا ما يجري على الأرض؟ هل فعلا بأن الرسالة التي ينقلها نتنياهو إلى الجمهور الإسرائيلي. هي تشابه ما يريده الجيش في مسار هذه الحرب؟ أعتقد أن الموقف في إسرائيل معقد جدا. نعم هناك اختلافات بين رئيس الوزراء والجيش. ولكن لا أعتقد أن هذا شيء جديد. حدث في الماضي أيضا. ولكن ما لم يحدث في الماضي هو أن الظروف الحالية عشر أشهر من هذه الحرب. وهذا التوتر أنا لا أراه كشيء يضر قدرة إسرائيل على إدارة هذه الحرب. وحاليا بكل صراحة حكومة نتنياهو مستقرة جدا. هناك 64 عضو من 120 في الكنيسة يؤيدون الحكومة. والتحالف مستقر. هذه الاختلافات تظهر علانية بين الجيش أو مؤسسة الدفاع والصفوة السياسية أو الحكومة. ولكن هذا حدث في الماضي. وأعتقد أن هذا جزء من تعقيدات الموقف. في الحقيقة الاختلافات ليست فقط مع الجيش. بين الجيش والنتنياهو هناك أيضا. المظاهرات لا ننساها التي تخرج. خصوصا من عوائل المختطفين في قطاع غزة. الذين ما زالوا يتظاهرون. تحدثوا يوم أمس لرئيس الحكومة. ولكن أريد أن أعود للسؤال الذي طرحناه. والذي يتعلق بأن إسرائيل وكأنها تحاول إحراز أي نصر عسكري. مهما كان الثمن. ربما قبيل أن يأتي نتنياهو إلى الولايات المتحدة. والدليل على ذلك بأن نتنياهو نفسه بعد عملية المواصف في خان يونس. يعني لم يتحدث أبدا عن أعداد المدنيين. الذين سقطوا أكثر من 300 بين قتيل وجريح. معظمهم من المدنيين. قال لم نتأكد حتى الآن من مسألة مقتل الضيف. هو يريد تحقيق أي شيء مهما كان الثمن. كنت أتمنى لو رئيس الوزراء كان أكثر تعاطفا مع الضحايا المدنيين. كنت أتمنى لو كان يعبر عن التعاطف. وهذا الهجوم على سلامة ومحمد ضيف بصورة أساسية كان التوقيت حذر جدا بالنسبة لي الاستخبارات. لا أعتقد أن له علاقة بالزيارة نتنياهو لواشنغتون. عندما وصلتنا معلومات حساسة. فالسؤال هل تكون هناك عملية أم لا. وأنت على حق. الضحايا المحيطين بهذه العملية أعدادهم كبيرة. أنت على حق بعد عشر أشهر. الإنسان يتوقع جهود ملموسة للتقليل من حجم الخسائر. ولكن هذه حرب دموية ومأساوية. وكنت أتمنى لو تمكننا من الوصول إلى وقف لإطلاق النار. كي نجلب بعض التوازن والاستقرار لهذا الموقف. وللأسف مات فيها الكثير من سكان غزة. ليس بسبب القص فقط. وإنما حتى بسبب الحصار والجوع الذي يفرض عليهم. شكرا لك على هذه المشاركة. ضيفي من تلبيب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق. مايكل هراري.